اشتركوا في القناة بثقلة مباشرة على الوضع الاقتصادي بلبنان يعني المواطن حتى لو منه بمنطقة عم تتعرض لعدوان اسرائيلي عم يتأثر مباشرة بهذا الحرب بدبلش بالاجراءات اللي عم يخدأ المجلس المركزي لدعم المواطن اللبناني عرفنا انه فيه تعاميم جديدة ستصدر ترجع بعدين فوت بموضوع الحرب تحديدا ومباشرة الاقتصاد والحرب اول شي مساء الخير اكيد لالك ستنابيلا ولجميع المشاهدين ما فيه ادنى شك اليوم كل ما تشتد الازمة على المستوى الامنة على مستوى الحرب كل ما بصير تدعياتها اكبر على كل المستويات على السياسة النقدية على السياسة المالية على السياسة المصرفية على السياسة الاقتصادية وهلوم مجلة اليوم محل ما بدك نبلش بما يتعلق بالمجلس المركزي نحن تقريبا صرنا سنة ونص محافظين على استقرار بسعر السرف اذا بتتذكري سابقا كان بصير حدث صغير بيطلع دولار بيتغير حدث بينزل دولار انت عامل استابلتي تقريبا من سنة ونص هذا الموضوع ما انه موضوع سهل وهلأ عبرك يمكن لأول مرة منحكي فيها نحن لما اشتدت الازمة مؤخرا من فترة شيء شهر شهر وشوي حاول البعض يستغل هيدا الفرصة تطلق بعض التطبيقات الجديدة للتلاعب بسعر الصرف وكان فيه جهود كبيرة من القضاء نياب العامة التمييزية ايات الجيش مديرية المخابرات مديرية العاملة كوة من الداخل شعبة المعلومات انضبط هيدا الموضوع من اول لانه اليوم بظل هالفلتان على هالمستويات الكبيرة اي خليني اقول تدهور كيف بسعر التلاعب بهيدا الموضوع يعني حتى في كتير ناس اليوم بعد ما فهمت كيف نمنا وعينا سعر صرف الليرة مستقر اوكي اليوم خليني احكيك ايهم بلغة هيك مبسطة للناس يسمعوا كل السيستم الاقتصادي قائم على العرض والطلب صحيح لبنان بيستورد 86 بالمية من حاجاته يعني انت بحاجة للدولار بشكل كتير كبير اول بارت انت دولرت الاقتصاد فبالتالي اليوم انا بدفع لسوبر ماركت سوبر ماركت بتدفع دولار للمستورد بالتالي الدماند على الدولار بالسوق صار اخف كانوا لما كانت بالعملة المحلية كل اخر النهار يروحوا يشتروا اليوم باخر احصاقاتنا بالمطاعم وصلت الدولار لتسعين بالمية بالسوبر ماركت من سبعين لثمانين بالمية محطة البنزين بقيت ثلاثين لاربعين بالمية لانه الواحد بعبد مليونين ثلاثة مقدور يمكن يكون عم يحملون فالدولار صار منتشر واحد اثنين اليوم لما بتحسن الموازنة بتحسن قليل الصرف بتشتغلي بعدم تزويد الدولة بأي ليرة خارجة عن موازنتها حصل اليوم مصر في لبنان وهو من باب الانصاف الحاكم ونواب الحاكم المجلس المركزي بهيدا الموضوع صوري ست نبيلة نحنا هيدا الشهر يمكن الله نسمح ان الحاكم حنتطرق ببعض التفاصيل اللي قد تكون من باب السرية ولكن بشكل عملي نحنا اليوم بعدنا عم نقدر نجيب دولار بالسوق نحنا عم نعطي هيدا الشهر عاطين فوق المية وستين مليون دولار مع عشاة الموظفين اليوم اصدرنا كمان بمكان ما لتحسين القدرة الشرائية عند الناس لان انا بالنسبة لقلي حقوق الناس هي حقوقها بكل ودايعة ولكن اليوم بالقدر الامكان اقدرنا اليوم نعطي على تعميم المية وستة وستين اللي هو بيستفيد منه المواطن كان مية وخمسين دولار دفعتين زيادة اليوم يعني ضرب اثنين كان قبل لانه عاملين ثلاث دفعات الشهر الماضي هلأ اثنين ونفس الشي اللي كانوا عم يستفيدوا من التعميم مية وثمانة وخمسين سابقا كانوا عم ياخدوا اربعمية دولار بياخدوا تمانمية دولار هيدا الشهر ولي كان ياخد تلاتمية بياخد ستمية اليوم لو ما عنا هالإنكم لو ما عنا هالفائد لو ما عم نقدر نشتغل ضمن الحوكم الرشيدة اللي عم تتبع على المصرف المركزي والمجلس المركزي مؤخرا لما كنا وصلنا لهون وما لازم ننسى ست نبيلة نحنا من جمعة تصنفنا على اللايحة الرمادية اللي بالمينة فاتف واللي لو لا في شوي بعد هالثقة وبين هلالين نحنا صح تصنفنا على اللايحة الرمادية ولكن من باب الانصاف بحق المصرف المركزي وبحق المؤسسات المالية التي تخضع لرقابة مصرف لبنان لم يكن هناك من عيوب شائكة بهيدا الموضوع ولكن للأسف كان فيه إصلاحات مطلوبة بغير مجال من هيك مثل أي سيستم اليوم عم تعملي أساسمنت في عندك تشكلست المطالب اللي بتتعلق ضمن عملنا كانت قاطعة وكانت شغلة جيد في بعض الأمور الصغيرة مطلوبة يعني أنتوا متفقلين بسير العمل اللي عم بيصير عم بفهم منك أنه وكأنه أنت راضي على المجلس المركزي على عمله على السياسات اللي هو بتأكيد أولا أنا عم تعكسي جو من الشفافية بهيدا الموضوع ثانيا وقفت إقراض الدولة وبالتالي حافظت على معدل أعلى ثلاثة كان في جهد كتير كبير للحاكم لا قراءته لهالموضوع ولا المجلس المركزي عملنا هالأفون بروجي مع الكوريسبوندن بانك حتى إذا رحنا على اللي حرمادية اليوم صار عنا ست مصارف مرسلة قادرة بين هلالين تضلع عم بتتابع نفس الوتيرة وإلا نحنا اليوم رحنا على اللي حرمادية ليه المصارف المرسلة ما تأثرت معنا بهيد الطريقة ما بقول أكيد منيح لو وصلنا عليه بالتأكيد نحنا سيئ ولكن أنت اليوم صرت بمشكلة لازم أنه تشتغلي خلال هالسنة تتعالجيها حتى لا قدر الله من روحها الأسوأ لأنه نحنا اليوم باقتصاد الكاش اللي متابعين فيه ما فينا نكمل هيك فيه إصلاحات مطلوبة تنكون فعلا عم نحكي بالحوكم الرشيدة هون مؤخرا يمكن الناس ما بتعرف نحنا اشتغلنا بتكنيك الأسستنس مع الورد بانك مع سوري الأي أم أف وكان فيه جهة جبار لنائب الحاكم الثاني أستاذ بشير يكزان بشي منسميه سيف جارد أسسمنت اليوم نعمل أودت للمصرف نعمل توصيات نحنا عم نشتغل عليها بنفس الوقت كنا متوقعين نطلق منصة بلومبرغ نحنا والمصرف المركزي كان دكتور سليم شهين عم يشتغل على الموضوع اشتل حرب ولكن لازمنا عم نحضر لها البروجيات بشكل تام استقرار بسعر الصرف تزويد مع عشاة الموظفين بشكل سريع عدم المس بأي تعرض لأي هزة على هالمستوى إضافة القدرة الشرائية من خلال بعض التعاميم هذه التعاميم بس بدأ أرجع لها شو هي التعاميم اللي اليوم نتوقع أنه يكون ضرب اثنين اليوم اللي كان عم يقبض من خلال التعاميم مئة وستة وستين مئة وخمسين دولار ستنا بيلا بيقبض ثلاثمية هذا الشهر واللي كان عم يقبض ثلاثمية دولار أو أربعمية دولار بموجة بالتعاميم بيقبض يا تمنمية يا ستمية علما أنه كانت ثلاث مرات الشهر الماضي يعني اللي كان عم يقبض مئة وخمسين أبض أربعمية وخمسين اللي كان عم يقبض أربعمية أبض ألف ومئة طيب في كتير نقاط بدنا نحكي يا باللي تفضلت فيه عم تحكي اليوم أنه التصنيف الرمادي إجا من خلال المطال لأنه فيه مطالبة ببعض الإصلاحات بقطاعات أخرى ما صارت ولكن شغلكم كمجلس مركزي عم بتقوموا فيه وذكرت موضوع الثقة هل هذا بينعكس اليوم عم نشوف أنه المساعدات اللي عم توصل للبنان عم توصل من خلال الدولة وهذا الشي ما شفناه قبل وقتها انفجار المرفأ كان حتى الدول الغربية ودول الأقليمية مقوى الدول العربية حتى ما عندها سقة أنه تبعت مساعدات للدولة هل فينا نشوف هيدا الرابط بين العمل اللي عم بيقوم فيه المجلس المركز الشفافية اللي عم بيقدمه وأيضا المساعدات اللي عم توصل للدولة بالتأكيد ستنابيلة اليوم لبناني بينقصوا كلمة وحدة هي الثقة يعني انت بلشت فيها صحيح الثقة ترجع يوما ما شو بدها بدها كلمة مقابلة إصلاحات الإصلاحات شو بتعمل تجذب استثمارات بتجيب مساعدة وهي دي شو بتعمل بتحرك نمو بتخلق فرص عمل وبتحرك هالسيكل ايكوناميك هالعجلة الاقتصادية كلية ولكن بما يتعلق بالمساعدات اليوم الوزير ناصر يسين مع الاكيد مع اللواء خير عم ينشقوا بلاتفورم هلأ بتقليلي بتطلع صرخة عند ناس هون ما وصلنا وهون ما وصل أكيد بالمقدار لي عم يوصل عم يتوزع بشفافية ايه بشفافية عم بيكون في بلاتفورم عم تتسجل كل المعطيات المطلوبة اليوم هيك بتعكس الجو للمجتمع الدولي لأن المجتمع الدولي بالسياسي اللي كنا نشتغل فيها قبل ما بقى يفرجينا ليرها متل ما لقوله اليوم فيه إصلاحات مطلوبة ومطلوب منه انه نقوم فيها تنحافز على بين هلالين مصدقيتنا تجاه المجتمع الدولي بهاي النطاق وأكيد هون بوجه عبرك أكيد وعبر شاشة الأم تيفي التحية لكل الدول العربية وعلى رأسهم دول الخليج اللي أبدت كل حسن نوياها ومساعدتها للشعب اللبناني بها الأزمة الصعبة اللي عم تمر على البلد. نرجع مباشرة لموضوع الحرب كيف أثرت الحرب مباشرة على الوضع الاقتصادي وهون بدأ أقسم المرحلة إلى قسمين يعني من أول تشرين الأول العام الماضي لحديت أيلول أو قاب لأنه شفنا التصعيد بقاب صحيح ومن أب لهلأ لأنه هولي مرحلتين ولكن بدأت الأزمة تتفاقم بين تشرين الأول سنة الماضي صحيح يوم ستنا بيلة لميز بين خساير وأضرار يعني اليوم بتقليلي مثلا صحيح نحنا كان القطاع السياحي متوقع أنه يجبلنا ستة مليار دولار خلال السنة جيب تقريبا لغاية شهر أب أول أب لأنه نحنا من أب شدنا التدهور جيب تقريبا ثلاثة فاصلة خمسة مليار دولار يعني إذا بيجي بتطلع شو عندي خساير بقلك جيخ عندي خساير مليارين ونص من القطاع السياحي نا هاي مثلا اليوم مثلا قطاع الزراعي ستنا بيلة بيشكل بالظبط خمسة بالمية من الجي دي بي من الناتج المحلي ثلاثين بالمية هو من الساحل الجنوبة اليوم تعرف يا حضرتك ساحل الساحي اللي بيشكل سوق للحمضيات وللخضار هيدا ثلاثين بالمية اليوم لو كأدى المواشى واحد أهم من هي كان بيعطيك مليار ونص دولار هيدا مش بس دربتي هيدا احترقت أرضه وقد يكون بين هلالية من ننتظر هناك أكيد يوم ستنا بيلة بعد قيلول ما حدا عم يعمل الساسمنت يعني أنا مثلا كنت عم بتواصل مع بعض المعنيين بمجلس الجنوب بالنسبة للبيوت لتدمري بيعطوك إلا البيوت لغاية قيلول من بعد قيلول ما بيعرفوا وعفوا أي شخص اليوم بيطلع بيكون عم يتكهد في مناطق ما عمل لها سكرينج ما عمل لها الساسمنت تتطلع أنت قديش حجم الضمار ولكن إذا بدنا نقرشه بلغتنا إذا كان الجنوب اليوم بيشكلك عشرين لثلاثين مليون دولار تقريبا بشكل يومي بهالناتج المحلي يوم بالتأكيد متوقعين بيضوية الورد بانك أنه ينزل الناتج عندك لسبعة عشر فاصل ستة مليار دولار نهاية هيدا العام فهالخسائر إذا منقول الثلاثة مليار دولار هون خسرنا بالصادرات تقريبا مليار دولار بتزيد عليها حجم الأضرار بتقديري وما عندي رقم ولا حدا بيملك الرقم الدقيق بتقديري الخسائر اليوم من عشر لاثنى عشر مليار دولار عن نتيجة هيدا الحرب وانت عم تحكي على دولة ناتج المحلي قداش عشرين اثنين على اليو ان دي بي بيقولوا اثنين وعشرين مليار دولار عم بقرأ الورد بانك كانوا عم بقولوا ماكسموم نوصل لسفين تين بوين سكس تعم تحكي عند عدو إسرائيلي كان عنده الناتج المحلي من خمسمية واربعين لستمية مليار دولار نزل نزل خمسين ستين مليار دولار ولكن نزل عشرة بالمية انت اليوم الخسائر اتخطط الخمسين بالمية من الناتج المحلي هاي باللغة الارقام مش انا عم قولك انا عم بعكس ارقام قدامي طيب هاي ملنى كلمة سهلة تعافي ممكن يكون بلك ايه اكيد قبل التعافي لانه نحنا بعدنا بوقت حرب يعني حتى اليوم في الشاير بتقوله انه حتى المساعة لوقف اطلاق النار يعني باتت ضئيلة وفرص وقف اطلاق النار باتت ضئيلة باخر المعلومات اللي عم تصدر بدنا نحكي عن قدير لبنان في يصمد قبل ما نحكي عن التعافي خصوصا اذا عم نحكي عن الناتج المحلي عم بقل عم نشوف انه اراضي زراعية يوم ما بقادرة تنتج هال لبنان رح يصير حتى ما قادر يكفي حاله بهيدول المنتجات ايك ستنا ميلا في شي بعود شي في خطط ربما لتعزيز الزراعة ربما بمناطق اخرى اليوم اذا بدي ايجي اتطلع بكل هال ماركت شير كلها ياتا حيكي بي هلال الرؤية الشاملة اليوم لبنان بلد قاعم على الاستيراد شئنا امقى بين بلد مستهلك صح ايه بالمئة وانت اليوم ستنابيلة طالما عندك بين هلالين المرافق كلها مفتوحة مطار بر البحر ما عمنا مشكل بكل سلسة الامداد بس حتى بيقولوا انه الرحلات التجارية يعني جدا ضئيلة يعني حتى السلع اللي منستوردها من بره بسار اللي بدأ اسبوع لنقول تتوصل انك صار بدأ شهر حكمل بالنقطة اللي اتفضلت فيها هال سبلاي تشين كليتها انت عندك اكتر من خمسين بالمئة بيمرقوا عبر البحر الاحمر هاو بيتأثروا بيتأثروا نتيجة التوترات بيتأثروا بشقان اول شئ هو ارتفاع كلفة الفيول ليه لانه بيصيروا يضطروا ياخدوا بدل ما يمرقوا عبر باب المندب بيمرقوا عبر مضيق جبل طارق بدل ما تكون عندك اليوم اسبوع تتوصل الشحنة بيصير بدأ ثلاث أسابيع ثلاث أسابيع شو يعني يعني الكونسومشن للفيول زيد واحد اثنين انت بلد هاي رسك اوفور بتزيد الانشورنس بتقليلي ما بتتأثري بيقولك اكيد بتأثر ستنابي بالتأكيد ولكن لليوم ما نقطع ولا اي سلعة لانه المعابر مفتوحة وبكل الاحوال خف استيرادة بشكل كتير كبير مقابيلة زاد بعض عشرين بالمية مثل الحبوب مثل المعلبات نتيجة الاستهلاء واذا اجي بدي اطلع انا بهالاقتصاد كل ايتو اليوم المخزون الاستراتيجي عندي اللي هو من ثلاثة لأربعة شهر كمواد غذائية شهرين لثلاثة قمح عندي شهر تقريبا بالميزوت وبالبنزين وعندي شهر ونص لشهرين بالمشتقات الغاز المنزلي وثلاثة شهر أدوية كتير منيح هيدول انتي لليوم بعد الكونسيومير بيهايفر ما تغييري يعني سلوكيات المستهلك بالاستهلاء لأنه بعدها متوفرة من هيك هلا ما شفنا حالة هلع يعني يوم ما شفت كيو بعد ما شفت طوابير عم حطات المنزين ومرح نشوف وشفنا رفوف فاضي حتى كتير منيح هيدا ما بيخلي الشخص يصير في عنده شي من سميه مسأتاك أنه خلص بتتغير سلوكياتي بعمل بكل الأحوال إذا بتتطلع بشكل عام كلياته اليوم ما ساء أنا بعطيك أمثال هيك كتير صغيرة زاد عنديك السريد فود الاسناك والمطائل بدي سميهو السناك أكتر زاد حركة بيع من 40 إلى 50 بالمئة يعني حتى على سبيل المثال في مطاعم ما كان عنده ديليفوري فتح الديليفوري لأنه الناس ما بقى بتروح لعنده المطاعم خفت لتسعين بالمئة وهون كنا عم نشتغل نحن والنقيب توني الرامي على أبل ما تطور هيدا الأمور كان مسجل عنا نبيلة من جون العشرين تلاتة وعشرين لديسمبر العشرين تلاتة وعشرين فتح بلبنان تلاتمية وتلاتين مطعم جديد وكننا هيدا السنة عم نشتغل نحن وتوني الرامي ويحيى أصعب الفرانشايز تسجل عنا خمسة نيو فرانشايز بشهر سبعة هو عم بعطيكي يوم بالأسماء وبالأرامي يعني ما بنا نسويقه ولا ما نكون عم نسويق على هو ولكن هو دي واشتغلنا نحن والهيئات الاقتصادية لنفتح الأسواق تحت وكننا كمان عم نحضر نعم نشوف الأعلانات لمحلات جديدة جينا شهر تماني عمل هالشوت المش طبيعية واليوم هيدا السوق اللي كنا كل ياتنا عم نشتغل عليه صرنا عم نعالش كوارث عم نعالش تواري كنا عم نحكي نرجع مئة واربع واربعين محل بأسواق بيروت تحت فيها فرانشايز جديد على البلد فيها حركة متوقعينة تكون لوقت الميلاد وراء السنة بلشنا نشتغل عليها نحن والهيئات الاقتصادية والتجار بيروت الجامعية كل ياتنا كنا عم نشتغل على الموضوع رحنا عم محل تاني من في ناس اليوم تطلع بجزء من تعافي بيقولك أنا هونيك ما بعرش بشي قوتال كيم بالجرد بما كان ما كان فاضي هلأ مليان صح الستريت فود زيت صح بس أنت عندك أربعين بالمئة وقفوا كم مطعم سكر بكل مناطق اللي فيها تهديدات كم مؤسسة تجارية سكرت الدمار اللي حصل هونيك هيدا ما بيعود هيدا سياحة الوافدين المختاربين هيدا ما بيصحح هيدات شيء وإن كان حرك عجلة صغيرة هون ولكن بعطيك الكونسومشن للبنزين مثلا نزل أربعين بالمئة أنت عندك نص بلد من هون ما أحد عم يتحرك فيه واللي بيروت جي تزدتيله ثلاثين لخمسين ألف سيارة العجقة أنت عم تشعيشية مثل ما نحن عم نعيشها فإننا سهلة أنت اليوم عم بتعالجي أزمة على أمل إن شاء الله تخلص الحرب يوم قبل بكرة تقدر ترجع تعيدي شوية نفس لها المواطن وينحكى شوية بموضوع عيادة الأعمار بشكل سريح بالمقابل وهذا الموضوع اللي بدي أطرحه هلأ منه حتى جديد بالحرب كنا عم نسمعه من وقت ما بلشنا نشوف شوية تعافي بالسوق بالسلع شفنا أنه في ارتفاع ملحوظ بالأسعار إن كان بأسعار السلع بالسوبر ماركت إن كان أسعار المطاعم إن كان أسعار يعني إذا بنا نقارن قبل الالفين وثمنتعاش وهلأ من لقى أنه في ارتفاع ملحوظ هيدا شو سببه وبعرف أنه أنتو كتير عم تتابعوا الموضوع خصوصا أنه عم ينبعت ناس ومرائبين من وزارة الاقتصاد يرقبوا هيدا هيدا المسألة يوم نبيلا لما أنت بتستور دي 86 من حاجاتي 86% من يورب روداكتز إنكلود دروا ماتيري لزي المواد الأولية يعني أنت كل شي بيتأثر الخارج بيتأثر عليك داخل اليمن 86% من حاجاتك مستورت أول بارت ارتفع عندك سعر بوليس التأميم بالشحر تاني بارت صار عندك الحرب وارتفعت كلفة النائل تالت بارت أنت رفعتي دولارك لجمركي 60 مرة كان بألف وخمسة صار بتسعين أن يعني خلينا نبسط بسوري إذا بتسمحيني من بعد إذنك أكيد اليوم في أسباب خارجية منطقية في أسباب التضخم لصارت بعد الكوفيد كمان تحديات المناخية على بعض السلع بالتأكيد بتأثر خلصت من هون خليني فوت على الداخل بالداخل في شئين أنا معم بتعاوم مع ملائكة معمقول أنه اليوم لا فيقون روز بالبلد ولأ كلهم ملتزمين بايبوك أكيد لا وأكبر دليل نحن عم نعمل محاضرة منحيلة على القضاء يعني أكيد في مخالفات ولكن في شئ خارجي بيزيد من الأسعار شئ داخلي ارتفاعة كلفة تشغيلية اليوم أنت كهرباء بتجي عندك ساعتين ثلاث ساعات تعرفي بالسطلاي تشين السوبر ماركت زاد عندها على البي أند أل على بروفت أند لاس شيت يعني على الموازنة تعيتها بس نكون عموضحة للنازل زاد 13 بالمية كلفة بس من وراء المزود طيب بس ما هي قبل 2018 كانت موجودة لا 2018 ما كان عندنا قبل 2018 كان في قطعة كهرباء وفي أزلة كهرباء بس ما كان عندنا تجي ساعتين الكهرباء ببيروت إنه من المناطق الأخرى بالمناطق الأخرى كانت أوقات تجي ثلاث ساعات أربع ساعات بزايد سعر النفط كل الأمور زادت هاي واحد اتنين خليني يكمل المعاشات لما رجعت بين هلالين رجعت الدولاريت هو شيء بفهم يكون فيه زيادة ضئيلة الأجارات ووا ولكن شيء تاني اللي أنا لتلكي أنا ما عم بتعامل مع ملائكة بكل أزمة بينبت منها تجار أزمات إنه بتتوقع اليوم نحنا بتبلش أزمة الناس حين بشكل كبير على بيروت الفرشة اللي كنت تجي بيها بسبعة دولار بما مصير حقها ثلاثين دولار رحنا سكرنا بعض المعامل اليوم مثل ما بيقولوا قدام هالمنظر الجميل لللبنانية اللي حضنوا بعض من كل الأطياف بكل مثل ما بيقولوا مضى البيت ما فتح يمكن لحدا من أهلنا الناس حين هالموضوع هيدا منظر جميل نحنا كل ياتنا منتبنى مقبيله كان فيه ناس عم تستغل الوضع يا بالأجارات يا عم تستغل الوضع بأسعار سلع يا ببعض المحلات وين في ناس حين بيرفعوا ربطة خبز بيرفعوا سعر جرد غاز شفناها وعلى هالأساس نحنا كل أسبوع نبيلا بتلاحظة منطلع خبر منبعد شو عملنا وكل هيدا الأمور حتى وضعنا الأبليكيشن نحنا بتصرف الناس مو اي تي دي جتل سوربسز طي يقدر شخصي يحط الكمبليل وانتابعوا بشكل كتير كبير ايه في عندي مشاكل انه بعض التشجار بتمنى النفس عحساب المواطن عحساب كوتو اليومي وعحساب مأوى انه تحفظ مواطن كيف بده يطالب بحقه يعني انا اذا بروح على يعني انا عم بيخد شوي بالمقابلة اليوم حيات الناس اليومية وهيضا الرسول اليوم رحنا رحت على السوبر ماركت تنقول مثلا علبة الماكروني شفت بي دولار شفت بغير سوبر ماركت الدولار ونص أنا شو لازم أعمل كمواطن شفت هيدا الغلب بي سوبر ماركت تاني وخصوصا انه نحنا بحرب يعني يمكن ما منحكي بهيك امور يمكن ناس تقول انه عم تحكي بدولار دولار بس لأ هيدا بحيات مواطن يعني الناس يعني عم بتوفر الدولار بهيك وقت بالتأكيد يوم نبيلا اولا انا مأمن انه واحدة المنافسة بتصحح الاسعار سوق اليوم دايما بالشي بالأيكونامي بولو دا كونبتشن كوركت دا ماركت ان دا ماركت كوركت السماح لأصار عنا اذا تسمعي لأصار عنا لأصوري تانية بيتباهوا بالكواليتي انه اي بس نحنا كواليتي عنا اهم كتير مني اليوم واحدة المنافسة بتصحح الاسعار ولكن من هون لتشكيل هيئة المنافسة لتفعلا تشوف اليوم تبقى المنافسة مش عم نحكي بس على قطاع منتجات انت اليوم لو عندك هلأ بيزعلوا مني شركات الاتصالات بالبلد بس لو عندك ست سبع شركات مثلا كل شركة بتعمل الاتصالات عنا غالية ها بكينو بيعملوا ميني بيستفيد اخر شيء الكونشومر لانو بصيروا يعملوا يضاربوا بين بعض بيستفيد المستهلك عندك شركتين يكفي يتفقوا مع بعض على باكتجم حدد المواطن يتفع تعمل نفس الشيء بالسلعة لما تفتح الفرايتي انت لو يكون في عندي صحيحة وعادلة المنافسة هي بتصحيح الأسعار أما بما يتعلق بالفرق بين هيدول بكل بساطة اليوم فيها مش ربح محدد بتقليلي هيدا بياخد عشرة بالمية مثلا لات السيدة مثلا بالخضار عندهم ايتين برسنت الربح يمكن واحد بيربح عشرة بالمية واحد بيربح 18 بالمية اثنين ليجل بيطلع الفرق قليل ولكن لما بيكون الفرق عم يتخطى هالقاد بيكون في مشكلة عند هيدا الشخص عم بيحاول يحص الأرباح غير مشروعة بوقت استثنائي بدل ما الناس تكون عم بتحس مع ناس الأخرى بهيدا الموضوع لو عم بتكون هون عم بتحس الأرباح من هيك نحنا نبيلة بيضاوي طلبنا بتعديلات على قانون حماية المستحليك خصوصا الأشياء اللي بتمس بأمن الناس الغذائي اليوم ما مقبول يكون في عندك فساد على مستوى الغذائي هلأ بعطيك اليوم مثلا نحنا بعطولي هلأ بأحد المصالح اليوم بعض الأمور تتعلق بالقلبين والأجبان باللحوم كيف بيستخدموا بعض الزيوت بيسموها لبنة بلدية وبكونها بروحوا على اللحم بيدربوا اللحم الهندي باللحم العادي بيفرموهم بيبعونا عساس لحم بلدي كتير خطرة لهذا الموضوع كيف تعملوا تيجا هيئة كيف فيكن تضبطوها نيك اليوم أكيد الأهم شيء أنه تتكل تتشكل هيئة لبنانية لسلمة الغذاء ولكن بهذا الوقت وزارة الصحة معنية وزارة الصحة الاقتصاد معنية وزارة الزراعة معنية وزارة الصناعة معنية وزارة الداخلية والبلديات معنية نشوف حالات التسمم كتير كبيرة وهي بتأثر على تكلفة الفاتورة الصحية اللي أنت بالأصل بعجز فيها واللي أنت مش قادرة تأمن إدوية فيها وشفناها بشكل مخيف وكشفناها بعض الأمور تتعلق بالماء نبيلا كانت بعض محلات الماء أنا إذا مننا إذا مش مسكر مسكر ليش ثلاثين معنى الماء هيدول عم نحكي هيك رفلي عم نعطل العدد منهم ما بيستخدموا الفلاتر المطلوبة منهم ما بيعملوا هيدا أوقات عم بتحطيها ببيتي هل ما بيخدوا رحصة للأساس هيدول اترخصهم بلا بوزارة الصحة ووزارة الصناعة بهذا الموضوع ولكن رقبتهم بالسوق يوم نبيلا أنت عندك ديفورسيتي بدك ترقب بدك ترقب عدي معي 22 ألف ميني ماركت بالبلد أو بنسميهم محلات السمانية بكل أحوال ضمن الأضرار على مستوى هاي المحلات اتضررت 5100 محل تجزئة خلال الحرب على تجزئة ميني ماركت محلات السمانية بنسميهم بلغتنا طيب اليوم عندك 22 ألف وعندك زيادة 210 أفران عندك 180 سوبر ماركت عندك مولدات كهرباء عندك مصاني عندك وكيف كنت تشيلون اليوم أنا وياكي منسافر ما بنسترجي نقطع على إشارة وما بيكون واقف عسكري على إشارة ليه لأنه منخاف من العقوبة الرادع القانوني أقوى منها أنا ما بدي مرأبين زيادة أنا بدي القضاء يكون صارم أكتر بتنحل الأمور بشكل عسكري كيف تنسيق عم بيكون مع القوى الأمنية والقضاء كتير منيح بصراحة مؤخراً كتير منيح مؤخراً القضاء عم بيكون صارم بأمور عم بيسكر عم يشتغل بهذه الفترة كتير منيح والوصايت عندنا ما تدخل أنا ما حضر منحيله على القضاء ولكن بقدر أكد ليك اليوم في جهد كبير لجهاز أمن الدولي كان عم بيتابع معنا مدرية المخابرات بحالة استثنائية ما كانوا بيتابعوا معنا وصلنا نحن وياة الجيش نحن ومدير عام المخابرات بهالنطاق كان فيه دوريات مشتركة أول الأزمة تم يصير فيه ارتفاع بسعر المحروقات على المحطات حاول البعض يلعب شوي بسعر تنكية البنزين والفيول خصوصاً بصيدة مثلاً أنه ما عم توصل لهونيك وحارب وكل شيء كانت المدرية المخابرات ونحن بشكل سريع جداً لقاطنا هالموضوع نفس الشيء مع جهاز أمن الدولي بهذا الكطاع درنا مشينا بشكل سريع سكرنا بعض مصانع الفرش اللي كانت عم تستغل الأزمة بهذا الوضع اليوم بالتأكيد قوة القانون لما بحققولنا ثلاث أمور طالبناهم بالتعديل على قانون حماية المستهليك رفع قيمة الغرامة اليوم ما مقبولة الغرامة تكون قليلة بيصير الواحد بيستسهل يستسهل برجع بتفعل الغرامة اثنين أنك يسمح لقليك ببعض الحالات مش هدفنا اليوم نقزي مؤسسات تجارية لكن بعض الأمور اللي بتمس بسلامة الناس الغذائية بحالات تسمم نطلع نقول هيدا البرودكت غير مطابق للمواصفات ما بيسوى تستخدبوه كان يعملها الوزير الوزير بفعور بفعور أطلق هيدا الحملة هلأ بصراحة هي إذا أنا هلأ بتقليك أنا بيقانون حماية المستهليك ما بيسمح لقلي شهر مع لي بالعكس أنا معه بالعملاء يعني بيشخصه بقدر اللي عمله وشتغل بشكل كتير كانت تخالف هذا الموضوع مية بالمية يعني حالات التسمم اللي عم نشوف أنا بيحكي عن حالي يعني من شهر سبعة أيام أنا فت بالمستشفى أكلي بمحل يعتبر مرتب يعني مش إنه مثلا كنت بمحل يعني ست أيام هيدا غير اللي نحنا التأثير علينا ما بقى توسق وين بتروح وين بيحكي مين لا مين منلجأ لمن من كاليوم نبيلا أول شي هاخد شئ قام بالموضوع أول شي اليوم أكيد إذا سوري بالنسبة للشكوى أنا أم أو إي تي ديجتل سورفوسز في أبليكيشن لوزارة الاقتصاد نحنا مكنننا عملنا لمزيد حتى من الشفيفية هيدا الأبليكيشن من التنين للجمعة 24-24 فيها تكون عنانمس فيكي ما تحطي اسميك تحطي الشكوى فيك تصوري فيديو تعمليل وابلود بيوصل لألنا وأهم شي نبيلا بيوصل لك يقدمت الشكوى شو عملوا فيها يوصل لك الريبلاي فيها وفيكي تترك بنفس الوقت يمكن هلأ بتسألي أنت لماذا في أزمة على محطات لماذا في شورتج بالسوبر ماركت مش من باب المغالات أو المزيد أو شي كل الأجهزة المعنية اشتغلت بس نحنا قدرنا مكنننا عملنا اليوم أنا وقاعد هون فوق كنت قبل ما ندخل على الحلقة كنت عن شيك أونلاين على بعض التصريح المطلوب يعطيت أبروفل عليها أنا وموجود هون طيب اليوم عمل المكننة زيت كخطة طوارق بالإضافة لمكافحته للفصيل وليه الأمور طيش بيسهل هيدا الأشياء وبساعد بموضوع الوقت وهلأ يمكن لو منا نحنا على الهواء ستنا بيلا بل كي حتى كمان بعد الحلقة فوت أنا وياكي بزار في دقيقة فرجيكي هلأ شوف في طلبات لسهاريش بدأت نقل مزوت لمستوضعات لمستوعبات موجودة على المرفق لمواد غذائية دايرك كيف منعطي أبروفل طيب هيتا جزء كتير كبير اليوم طيب ما وصلت لمشاكل لموصلت لأزمة نحنا الجماري كوزارة الزراعة صناعة كل المعنية ولكن السيستم الانلاين كتير بيساعد بهيدا الموضوع على أمل أنه المكننة أيضا تصير بكل الوزارات بالتأكيد اليوم لبنان رانكينج وان فورتي ثري تو وان فورتي سيكس بالإيس دوين بزنس يعني أنت لتستقد بأكتر استثمارات على البلد بديك تسهل الإجراءات بلبنان إذا بديك تسكر مؤسسة بتسب الساعة براءة الدم من المالية من الضمان والسجل تجاري ووزارة اقتصاد ويسكروا دوائر العقارية ويرجعوا يقضربوا ويرجعوا يفتحوا تنطروا فتوصل ويخشي واحد هيدا بديو سكر مش بدو يفتح مؤسسة يعني هذا قال أنا خلص وقفت البزنس الليلة اللي بدي فيه بيقضلوا سنة يا وقت طيب هون إذا ما بتروحي على وانستوب شاب تمكنني عم بتنسق بين كل المؤسسات هيك منبلش وأنا مرة قلتها وقلتها هون على المتفي دايما نسكرها لازم نوصل لوقت المواطم ما يكون بحاجة فيه لا لموظف ولا لمدير عام ولا لوزير طي ياخد حقه بقلب وزارته هيدا الأصول طيب شو الأرقام قدي تأثر هيدا القطاع فينا نقول إنه شبه اليوم ما في شبه غائب الاستثمارات شرحت لك فرانشايز كنا كان فيه خمسة فرانشايز نين فتحوا منن كنا نحكي بمئة واربع واربعين تقريبا محل بأسواق بيروت فيهون عديد كبير من الفرانشايز مؤسسات كبيرة عم تجي من بره ترجع تفتح بالبلد مبسطنا إنه فلت بالألفين وتسعة هلأ كانت عم ترجع تجي وقفت تكون كتير واقعيين وهيدا الموضوع هيدا صورة لبنان الحلوة يعني أنا نبيلا مش هيك بس خليني استرجع شوي بحلقة معي كتلعنا بنقطة تحول بالموضوع الاقتصادي خلينا نسترجع هيدا اللي قاموا أين موزج اقتصادي نحنا بدنا هيدا اللي عملوا حملة علي على سوشيال ميديا لأنه حكيت إنه نحنا لازم نرجع الفرانشايز على لبنان هيدا نوع من واجه لبنان هيدا هيدا واجه لبنان اللي نحنا بدنا هي الاقتصاد الحر القائم على المنافسة القائم على الاستقطاب ووقت حكيت أنا وياك بنقطة تحول صحيح بسنوات محددة حكينا بالخمسة وخمسين بالانفصال الجمرك صح وخطت كمين شمعون حكينا أبعد من هاي لبنان لما كان عنده تلاتة وتسعين مصرف بالبلد ولبنان لما كان عنده بين هلالان سمي بسويسرا الشرق وحكينا بشكل كتير مفصد يوم هاي صورة لبنان لكل اياتنا منتمنها واللي نحنا مآمني فيها استثمارات بدون أبسط أنواع متل ما بقولوا الأرضية الخصبة اللي هي عفونا التعبير استابلتي بس بده لا أكتر ولا أقل عم قلي بعد انفجار أربعة قال الله يوجه له الخير النقيب توني الرامي وهل الأعضاء مجلس النقابي بهالمطاعم كان عنا مئة وخمسة وثلاثين ألف سيتس الكباسيتي سيتس بين مطاعم وبتسري وببس بالبلد بعد انفجار أربعة قاب نزلوا للخمسة وخمسين ألف سيتس مئة وخمسة وثلاثين ألف نحنا سنت العشرين وثلاثة وعشرين نبيلة آخر العشرين وثلاثة وعشرين رجعنا للمئة وخمسة ألف هاي بالأرقام شو يعني يعني بلد عطي استقرار تركي عصب يعني كلمة يتنفذها البلد بيقدر يقلع الكتاع الخاص مع هالفرانشايز مع هاله الهيئات الاقتصادية مع هاله كل الكتاعات الريتيل لنظلنا فعلا وبين هلالين هيدول عم بيوصفوا يدعامني هيدول عم بيوصفوا طلاب جامعات بدا تحسل حق كردتس هوا عم بيوصفوا عيال يوم إذا بعد في كتاع خاص ماشي بهالبلد واجبنا نوقف حده مش نفرمن له عمله يعني للأسف إنه كل ما منشوف إنه لبنان بلش يتعافى بيرجع بيجي ضربة جديدة بتأثر مباشرة بالاقتصاد وليار العام لو حتى يعني قدي شفنا ناس رجعت هاجرت كان في ناس رجعت رجعت على لبنان عرفت من نائب الأطباء أنا كمان حكالي قديش في أطباء رجع وقديش الكادر رجع كان معنا أيضا مدير العناية الطبية ووزارة الصحة وذكروا إنه في كتير أطباء رجعوا على لبنان قبل ما تصير الحرب للأسف أزمة النزوح اليوم عم نشوف أعداد هائلة من الناس نازح حيث تضطر يتنزح من إن كان من الضحية الجنوبية أو حتى من الجنوب وإجوا على بيروت وحتى على مناطق بالجبل بالشمال وغيرها أدا هدى الأزمة مكلفة اقتصاديا على الدولة وأدا دولة قدراتها قادرة إنه عن جد تكون عم بتغيث هؤل الناس كأول شي أهلنا الناس حين اللي نسحوا الجنوب من الضحية مثل ما تفضلت نبيلة اليوم دون أدنى شك أنا وياكي والجميع نتمنى العودة الأمنة اليوم قبل بكرة على بيوتهم لأنه بين هلالين دفعوا تمن بموضوع هالحرب ناس راحت بيوتها ناس راحت أرزائها وبالتالي بالتأكيد صلواتنا دايماً تكون العودة اليوم قبل بكرة على مستوى النزوح ولكن اليوم بتزيد عليهم اللي بقعوا غير هيك هناك كان بعض الأماكن خلال حرب تموز ما تعرضت للاعتداء الوحشية اللي عم نتعرض له هلأ اليوم طلعنا بمكان صار العدد كتير كبير والعدد اليوم إذا بتلاحظ النبيلة مش بس بيوتها وصلوا للمينيا جبل لبنان عديد كتير كبير هل الدولة عندها القدرة على هيدا الاستيعاب كلياته بيلك بصراحة بلا هيك عدد بالتأكيد لا عم ينعمل المكسيموم اي عم ينعمل المكسيموم ولكن هل عم نقدر رادة انت على خطة الطوارئ اللي نعم خطة الطوارئ أنا أنا بصراحة اللي كيابي كل صدق ما بدي يكون لأنه أنا مني موجود فيها ماكون متل ما بقوله لأنه مش موجود لا مش هيك ولكن أنا عم بنزل عن بعيد مية بالمية إنه اليوم دكتور ناصر ياسين أنا بوثق بشخصه وبشغل اللي عم يشتغله ولكن الإمكانيات قليلة نبي لها عفوا هل صحيح ما توقعوا هيدا العدد من الأشخاص بالتأكيد وهي دي ذكرى الوزيرة بالتأكيد عم تحكي عم تحكي بتقريبا مليون نازح منا كلمة سهلة اليوم منا سهلة اللي عم بصير وتوفير هلأ إن شاء الله ما بتطول بس اليوم إذا رحت على وضع استثنائي مع فصل الشتاء مع التوفير اللي لقلهم لحاجاتهم منا الأمور سهلة من هيك إن شاء الله يا رب بالحل بها السياسة يقدر يوصل لحل اليوم قبل بكرة لنتفيدة بعد كارثة أكبر بهيدا الموضوع هل اليوم قدروا حصلوا على حقوقهم أبدا حقوقهم بياخدوها لما بيكونوا بيبا ومحل ما هني موجودين بالتأكيد ما عم يوصلهم المفترض يكون عم يوصلهم فيه تأثير ايه أكيد فيه تأثير بالتأكيد وعلينا الجرأ نقول هيدا الكلام وهذا شيء كتير واقع كل بساطة تفقلتوا بمؤتمر باريس اللي حصل الأسبوع الماضي كنتمتوا عين أكتر من هيك أو دعم اللي وصل بيحموا الوجهين أول شيء بالشكل بالتأكيد اليوم مشكورة الدولة الفرنسية بعضها عم بتقول منا ندعم هيدا البلد ومنا نشوف شو القلية لندعم هيدا البلد وكمان منوجه الشكر لكل المساعدات العينية أخوة بالمملكة العربية السعودية بالإمارات بمسكت بتركيا بباكستان بعمان لما تكون عفوا ننسيت حدا ولكن كل الأخوة اللي أبدو كل حسنية العراق بهيدا النطاع ولكن اليوم بالتأكيد نبيلا بدنا وقف إطلاق نار بلش تقيم خسائر وأنا عبرك منطلقها وبقول نحنا ابتداء من الأسبوع القادم نحنا وليو ان دي بي هنكون عم نوقع على مشروع إطلاق بلاتفور لتقييم الخسائر والأضرار التي لحقت بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم يعني شو يعني بلاتفور خليني وضحها يوم نحنا نبيلا بدنا نشوف كم مؤسسة تجارية صغيرة لتساي تدمرت سكرت قديش كان عدد الموظفين قديش كان تطلع شو كان الرئاسمال اللي لقلها ببلشوا يسجلوا بس تسجلي بصير عندك لغة أرقام تاني ستاب حنعم الليجل أسستنس حيكون في عنا اثنين أنونيين عم بيتيبعوا مع هذه الشركات شو المطلوب هيدا لتدمرت مؤسسة ما بدو يرجع أيها عم نحكي عن نوع المؤسسات يعني عم نحكي عن محل سمانة حتى للصغيرة والمتوسطة مؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ليه مؤسسة كبيرة اليوم بالأصل عندها لقل لقل عندها سبع موظفين خليني ولمحل كان بيبيع حاجات محددة عندهم موظفين ثلاثة تبايد أن نزل المحل وشو بيعمل هيدا ما بيعرف أصلا نكس ستاب شو هي تيجي انت بتاخد كل المعلومات بتساعدين بدك ترجع كيف نعمل سجل التجاري مبدأت ترجع يمكن وراء موجودين هناك في ناس اليوم بيجون عندي على الوزارة عندهم معاملة ما معهم هويتهم بقولوا كانت بالبيت وطلعنا نحنا متل ما نحنا طلعنا طيب اليوم فيه اشي بديك تساعدينهم فيها تاني ستاب بتكوني جمعت الديتا اليوم طيب كم مؤسسة تجارية سكرت من خلو ما حدا بيعرف بتكوني أخدت هيدا الداتا شفتي شو بديك تدعمي بعدين مع هالدولة ليكون في عندك أرقام دقيقة بهيدا الموضوع وتكوني عم بتساعد هيدا الأشخاص لما متوفر عنده حدا مستشار قانوني شو مطلوب منه انه ترجع تعميل لترجع ان شاء الله بإعادة الأعمار كيف تقدر تزاوي المشاطة التجارية على أي المحددة على مناطق معينة يعني عاملنا بموقع بمحل جغرافي معين من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال بالعربي المشبرح اليوم ممكن تسأل سؤال المطعم اليوم اللي موجود هون بجبل لبنان ما تأثر بالحرب الموجود بيجوا نبيلا سوري بدي قيم خسائر وأضرار الخسائر ممكن ما تهدم ولكن خسائر اليوم مطعم تشلي الموظفين مية بالمية طيب هيدا عنده خسائر وعندي أضرار مؤسسة كانت تبيع الكترومناجي تدمر طيب خيكان موظف كان عندها شو الموجودين جوا شو كان عندها طيب هدا كيف دك تساعده مكرا ما بدك تحضر اقتراحات قوينين تاتيج تقول بدي أعمل الإعفاءات مثلا اليوم مثلا الضريبة على الرواتب والأجور لها الموظفين اللي قعدوا ببيوتهم ما بدي حضر الإعفاءات على المستوى المالي ما بدي حضر طيب كيف دي قدر يشتغلون إذا أنا ما عندي أرقان لا عارف شو تكلفتهم يعني أنتم عم تحضروها داتا لما بعد الحرب ما بعد وقف إطلاقنا طيب خلينا نمشي بهيدا المرحلة وقف إطلاق النار منعرف أنه إعادة الأعمار بده وقت حراك ديبلوماسي معين هل حصلته على وعود بعرف أنه أنت كمانا كنت بقطر مؤتمر مؤتمر خاص مع اليو أن بهالموضوع عم نحكي كمان باللي حكينا فيه مع نبيلا وقلتلك من هيك بدي أطلق أنا وياكي ولكن الوعود اليوم بهيدا الموضوع نبيلا بترجع لكلمة وحدة ثقة أنا وياكي متفقين عليها والشعب اللبناني متفق عليها واللي كان يصير قبل ما رح يصير هلا وهذا الكلام سمعته من العديد من المنظمات الدولية والعديد من السلح أنه نحنا نجي يلا هلا من نبلش وشو بيكلف هون نعطي لا هيكي ما بتمشي الأمور أوكي سيدة شفتها من قبل حتى مع كل خطة تقدم إلى لبنان كان يطلب إصلاحات يعني هيدا قالنا سنتين ثلاثة عم نسمع أنا اليوم هيدا اللي سمعته ناكل الكفري ليس بيكفر أنا اللي سمعته عم بدقله فأنا عم قليك جملة بالتأكيد مطلوب مننا إصلاحات بالتأكيد بين هلالين مش بس إصلاحات اليوم الحوكم الرشيدة وإدارة أي ملف كتير مهم اليوم أول ما نحكب مساعدتنا بي لها أول شغلة شو كانت النه شالله توصلنا المساعدات مشاكل ناس حكي طيب شالنا نشوف منه نشي شالنا نشوف منه نشي مية بالمية طيب لما تجي أنت بتحطي بلاتفورم بتنسقي تعرفي بتقسمي للمحافظة المحافظة بيعطي للقائم مقام القائم مقام للبلدية هالبلديات عندها بهالمدرسة عطتها الأد هون عطوا هالأد هون عطوا هالأد بتبقى هالداتا يوما ما لا قدر الله صار فيه بحاسبة على شئ محدد بيكون في بروف قدامي لديتا أنت بنيت على أساسها هي بلش شوى تلما شفنا هيهم عم تجي مساعدات من دول برا وممسكين بهيد الاليو عم بيساعدونا بهيدا الشي وبعد عم تجي مساعدات ومشكورين قطر اليوم عرفت كمان قصت يمكن لما سمينا الدول نسينا ولكن الكل أكيد لما نكون نسينا حدا بالتأكيد عم نحكي دون دون استثناء اليوم هيدا الشيء بيبلش يعيد الثقة بالدولة وهيدا بين هلالين خليهم يتعطوا مباشرة مع الدولة ليش أنا اليوم اليوان بيجوا من إحدى برامجه بيجوا بيشتغلوا معي شايفوا فيه عدم تمييز بين الجميع شايفوا فيه تخفيف تكلفة هدر الوقت والمواطن نبيلا نحنا اليوم تخطينا لألف وخمسمائة معاملة أونلاين تتعرفش يعني ألف وخمسمائة يعني إذا ألف وخمسمائة مواطن نزيل يعني مثل ما بقولوا بأحسن الأحوال ثلاث مرات على الوزارة مرة قدم طلب مرة راجع فيه ومرة استلموا هيدا بيكون كتير ماشي منيح ما في إضربات ما في شي ألف وخمسة بثلاثة أربعة تلاف وخمسمائة كونتاكت وفرناهم بين المواطن والمواصف هيدا نفس إصلاحي بالبلد هيك بدنون يسمعوا هوا هيك متبلش شغل طيب تقديركن يعني بعرف اليوم ما في مسح للأضرار ما في ولكن من أي مبلغ لبنان بده يبلش تيرجع يعيد الأعمار ايك نبيلا شفتيني أنا عم بعطي أرقام كنت عم بعطي رفرنس لا 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 أكون مسؤول عنها لكن بعض الموضوع ما بيخفي عليك يعني هلأ بتقليلي مثلا أضرار على مستوى البنية التحتية بكطاع المي والكهرباء كانوا 440 مليون دولار مثلا كطاع على المستوى الزراعي قلت لي كوة اليوم بشكل 1.5 مليار دولار كطاع السياحة 3 إلى 3.7 مليار دولار قادر أعطيك أرقام تقريبية بهالموضوع باقي مبا بصراحة ببعرف كم مبنى سكني كان لوقت قيلول وقع رقم من بعد قيلول صار الأرقام مش ضرب واحد واثنين وثلاثة ما بعرف أدل تتوقعوا أنه يصير في نفس الزخم اللي شفنا من بعد حرب تموز بإعادة الأعمار أو هيدا بترجع لضمن الجملة هيدا لحل الباكتشكلة ياتو نبيلا لما بيجي حل عن مستوى أنا ما بحب تعرفيني دايما بزي حد ما فيه عن السياسي ولكن لما بيجي حل سياسي بالبلاد بتأكيد بتأكيد وكوزارة اقتصاد شرح يكون دوركم غير الموضوع اليوم ديبي نحن سوري كنا عم نحكي مع اليون ديبي بموضوع الأساسمنت نحن بالنهاية بالتأكيد دعم المؤسسات الصغيرة اليوم تقدر ترجع تسوق كان المنتج اللبناني نبيلا بسنة العشرين تلاتة وعشرين وصلنا لأعلى صادرات لبنان على الاتحاد الأوروبي من سنة تلاتة وعشرين تلاتة وعشرين وصلنا أعلى نسبة صادرات وتخطينا ستمية وعشرة مليون يورو حسب بين هللين اليوروستات مركز الأبحاث الاتحاد الأوروبي على الاتحاد الأوروبي كوصلنا دخلنا برودكت ما كانوا فيتين على العالم يعني هيدا هون منحي كمان عن جهودة الانتاج اللبناني لأنه ما فيك تدخل على السوق الأوروبي إلا ما يكون فيه معايير معينة اليوم نبيلا لازالت عبارة صنعة في لبنان عبارة مشركة بتاريخنا المعاصر هيدا المطبخ اللبناني اللي نحن مصدرينه لبرا هو سفيرنا وسفير فوق العادة بالخارج هيدا اليوم لكم مطعم لبناني بتشوفيه فاتح برا هالفرانشايز الموجودين اللي عم يطلعوا من لبنان اليوم لما انت بترجع صادراتي هون دورنا فتح أسواق جديدة تطوير المنتج اللبناني اليوم كنا رغم كل هيدا الأزمات بتعرفي هلأ من جمعتين بباريز أنا اعتذرت ما قدر تطلع افتتح الجناح اللبناني بأهم معرض للصناعات الغذائية بما يزيد عن 40 شركة موجودة واحد فيهم بصناعة العسل أخذ جائزة ضمن أفضل الموجودين طب هيدا شو بدلي وبين هلين العسل مثلا هون كان في جهد كتير كبير العسل وزيت زيتون عام نشوف كتير مثلا نحن وزارة الزراعة الملحقية الاقتصادية سفارة لبنان ببروكسل كان ممنوع العسل من 2002 يدخل على يوروب سنة العشرين 24 هيدا السنة نحنا بأولة بأولة نبيلة دخلت أول شحنة على أنتورت في بلجيكا أو بالأرقام اليوم الأفوكاد صار موجود بلندن بشكل أعلى من المنتجات اللي قبل بكل كيزينغس هيدا الأحشاء المصارين تضحكي هلا هيدا بيشتغل فيها 1200 عيلي بالبلد صدرناها بسنة العشرين 23 على الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو عم نحكي عن نبسنا الفصل العالم أنا هيدا حكي أنا وياك فيها قبل عن الأحشاء اللي نحنا أوقات منعملها فوارغ مية بالمية بسنة كمان شو بيستخدموها غير لما هو إلشة توبية بيستخدموها لخيطان للأجهزة توبية 30 مليون يورو قد من صدرين هيدا كمانا ريليتت لموضوع المواشي لموضوع المواشي اللي عم تتدرج من جلو صنع في لبنان عبارة مشركة لازم نحافظ عليها ولازم نحافظ على كل هال فكر الاقتصاد اللي نحنا مقامنين في لازلنا بهيدا البلد لازم نحسين لازم نفتح أسواء أكتر هلأ نحنا إذا الله راد كنا عم كنا بسيال ببارس بشهر اثنين موجودين بدباي بالغالف فود وعم يتحضروا هيدا المؤسسات وعم نشتغل على كل هالأمور وإذا الله راد بس تروق شوي هالأمور لنقدر نرجع نسوي هالمنتج لأنه مقابيل كل منتج لبناني يسوي بالخارج في مقابيل ونبيلة مزارع وصناعي مثبتين بأردن يعني نرجع للموضوع اللبنان واللبناني بدوا استقرار نقطة ذكرتها بأول الحديث تركت أنا شوي للآخر نتخطأ نقطع موضوع الحرب هو موضوع المصارف ونرجع لنقطة السئة كيف يمكن اليوم إعادة السئة بقطاع المصارف وكيف يمكن تعزيز قطاع المصارف خصوصا خلينا نحكي بموضوع داخلي أكتر بالعلاقة بين المواطن اللبناني والمصرف أنا أحب غوث كثير بهذا الموضوع هذا الموضوع عم نداوله كثير بمصرف لبنان بجلسات مجلس مركزي ولكن خلينا نحكي بالشكل لأننا نحن نعرف بتعافئ الاقتصاد بدون كتاعة مصرف خلينا نكون كل ياتنا متفقين أنه اليوم أولا سؤال كيف تحارب الكاش إيكولوم بالمصرف خلينا نبلش بالشكل واحد اثنين هل نحنا هلأ إذا معنا مصاري عم نروح نحطهم بالبنك بيقلك لا اليوم بيقدر بعض الأحصاءات من 9 إلى 10 مليار دولار موجودة بالبيوت ليه لأنه لا يوجد ثقة بالكتاع المصرفي اليوم الكتاع المصرفي بحاجة لإعادة هيكلة اليوم قبل بكرة فيه إصلاحات كانت طالبتها ياما اللي هي البنك رزوليوشن لو البنك ريستركشن بلو بما يتعلق بإعادة إعادة الهيكلة لازم كنا نعملها ولازم نمشي إعادة الهيكلة اليوم هي مسئولية المجلس المركزي ومصرف لبنان أو هي مسئولية المصارف دولة ككل لا دولة ككل وبتضبنا أكيد الحكومة مصرف لبنان وبالتأكيد المصارف ليه لأنه اليوم أنت في جرح قدامك عم ينزف توقفي نزيف بدك تشوفي مين بيقدر يكمل ومين ما بيقدر يكمل ولكن هلأ بهيك وضع أنا برجع بكمل لك ما فينا نكمل بدون كتاة مصرفة ما فينا نضل عم نقول بها الكاش اليوم تخطى يعني تخطى نص الكاش اليوم أكتر من 50% الناس بتتديول بالكاش طب كيف تشوفي اللي لقالها كيف تشوفي مصدرة كيف تكافحة تمويل الإرهاب وتكافحة تبييد الأموال ما فيك تكافحة هنا من هون بالتأكيد العمل بيبلش أولا انتخاب رئيس جمهورية بتروحي على حكومة الموضوع ترجع بتروح بتعمل الإصلاحات اللي مطلوبة واللي لازم نعملها اليوم بتعيك هيكلة مصارف تتعيد الثقة تتخلي اليوم هالمودع يرجع يحط بين هلالين مصفيته بها المصرف ما يضلعن بعيف والأصعب وين نبيلة كل الكونسيومر بيهايفر تغيرت لما يكونوا مصياتك بين إيديك تعرفي بتصير الوحد ما بتلنا ما بقى بالدوب بتصير الوحد كل أمور تتغير يعني خير المصاري اللي راحوا لنا بالبانك ما عم نعرف إيه وصار الواحد بيلك ما مصرياتي وراحوا خلص خليني أسره صار نسنين بصمت كل أمور كتغيري طيب بتك تروحي تفتحي ألسية بديك تفتحي يستورد الواحد يعني استيراد من برا مبدك بانك ما بديك بلشي تشتغلي حتى بس تسافر ما فيك تحمل المصاري كل وقت معاك وقوات بيسألوا برا ما بيخدوا مني الكاش وبيسألوا أسئلة أنه ليه معك المصاري كلها ما بيفهموا ونحن مصير مفصل إنه لعنا أزمة معنا كردد كارش كطاع المصرفي لازم يبنى ما في اقتصاد بدون كطاع مصرفي لازم نروح على إعادة هيكلة لازم تبلش الإصلاحات اللي مطلوبة تنرجع نعيد ثقة الاستثمار بهالبلد بشكل سريع لأنه مثل ما إذا ما نصنفهم هيك خمس كلمات وراء بعض مثل البوزل ثقة بدأ إصلاحات لتحفز نمو تخلق يد عاملة وتطلق العجلة الاقتصادية بكل بساطة بهايدا الإطار تبعتوا تقرير جيريسالينبوست المبارح اللي حكي عن المنصات لتحويل الأموال هيدا كيف بيأثر على الوضع بلبنان كمجلس مركزي كمصرف لبنان بتتابعوا هيدا الموضوع هل هذه المنصات أو هذه الشركات بتتبع إلا علاقة معينة مع مصرف لبنان نيكي أنا بدي أشيل الإزاعة الأصل اللي نشرت هيدا الموضوع حطها على جنب خليني إيجي اتطلع نحن مم سوري لأنا لما تتأخذ كان لما لها ميرين يعني لو أي مصدر بيطلع ميرين لأنه اليوم قد يكون هناك معلومات صحيحة وقد يكون معلومات ضائلة بس كرامتك أنت وعالهوى اليوم اتنائش هيدا الموضوع بمجلس مركزي بس فيني التزم لهون لأنه الباقي كل يتو رهن متابعة بشكل كبير على كل شي بيتعلق بولت على كل شي بيتعلق بمحافظة إلكترونية اليوم نحن نبيلة بين هيللين عم نشتغل على وحدة الامتثال على مصرف لبنان اليوم ريجوليتر عم بيتابع موضوع الامتثال عم بيتابع كل هالمواضيع اللي بتتعلق وقالة بين هيللين ما إجا ضمن المينة فاتف دور مهم جدا لهيئة التحقيق الخاصة اللي حتكون مقطة اتصال بهالموضوع على مصرف لبنان بلليك هذا الموضوع عم يتابع إذا بتسمحيلي نظرا لبعض الأمور اللي بتتعلق بسرية التداول ولكن هذا الموضوع عم يتدول عفوا مش بالشركة هذا الموضوع ككل كلياته عم يتابع بشكل كتير بس بدأ أعرف صلاحية المصرف في المركز بهيك أمور عادة شو بتكون ملاحقة متابعة فتحت حقيق شو بتكون بيطلب من لجنة الرابع المصارف التابع بيقدر هو يوقف بيقدر يسحب رخص بيقدر يشتغل عكل شيء واليوم هيدا المحافظ اللي عم تحكي عننا أو هيدا الشركات بدأ رخصة مصرف لبنان والشركات مرخصة اللي نحكي عننا طبعا يعني نحنا بنعرفها بالسوق والمصرف هو بيتابع أمام هكذا تقارير هو بيعمل في حقيق تابعه ليكي وهون كمان هلأ نائب الحاكم الرابع استاذ أليكس عم يشتغل على هيدا الشئ بي وحدة المتابعة هالموضوع وخصوصا بعض المعايير المطلوبة منه عم نشتغل عليها بشكل كتير كبير لضبطة للمكسموم تمن ترك أي تفلط بين هلالين لمحافظ اللي عم بتحاول تاخد دور مصارف بالبلد يمكن تكون بهالوقت عم بتحل أزمة وقد تكون نقمة بنفس الوقت نحنا ما منعنا نوصل يكفي ما يكفي المودع اليوم باللي صار معه بهالمرحلة الكبيرة هيدا الموضوع نبيلا مثل مثله مثل باقي المحافظ اليوم نحنا نقشناه وهيدا الموضوع حنتابعه إذا الله طيب بعض سؤال كام أنا شويت نوضح للعالم هيك شركات مجبورة تقدم تقارير وكشوفات كاملة لمصرف لبنان يعني نحنا منقول أنه استلم الموضوع هو رح يقدر يحقق بكل التفاصيل مصرف لبنان ضمن الصلاحيات المطلوبة منه بالتأكيد عم بيقوم فيها لجنة الرقابة مفترض تقوم بدورة بهذا الشق وعم بتقوم فيه وباقي الأمور برجع بعد لك في قضاء بالبلاد في نيابات عامة معنية كمان بهذا الموضوع هيدا موضوع ما بدي أخده بشقه لهيدا الشركة اللي حكي عنها عم بحكي إن جنرال مية بالمية اللي حد يكون كتير دقيق وبين هيلالين هاي شركة مرخصة وكانت عم بتزاول عملها وفقا للأصول وكانت ملتزمة على هالأساس اتأخذت رخصة على هالأساس اتأخذت الرخصة لما المصرف شويصر دوله دوره تانا ويتكرمال التحويلات وغيرها طيب طرقت لنقطة كتير مهمة وهي انتخاب رئيس للجمهورية بدي اسألك عن العلاقة المباشرة بين انتخاب لرئيس والاقتصاد بالبلد لأنه اليوم نسمع كتير إنه ش رح يقدمه يأخر رئيس أو إنه كان عنا رئيس قبل والوضع الاقتصاد النهار أوكي اليوم عمل المؤسسات بينتزم اليوم نحن بشغور حاد بالمؤسسات واحد دولة ما عم تنتوج هيا نحكينا أنا ويكت سكرت النافعة سنة سنة وشوي إذا مش غلطة والعقارية شي سنتين وبعدها مؤسسات الدولة أينت عم تنتوج وانت مين بيجيب لك أكتر شيء جمال درائب عقارية ونفع انت دربت ثلاثة من أربع طيب تيجي بتروحي أبعد من هون رأس الهرم هو رئيس الجمهورية بفكر إصلاحي يجي تكون حكومة مآمنة إنه بدنا نعيد هالإصلاح لهالبلد بدنا نعيد لبنان للخارقة المطلوب بيكون موجود فيها تنقدر نرجع نجذب استثمارات جديدة على هذا البلد بشكل سريع لا اتفاقيات دولية لبعض الاتفاقيات رئيس الجمهورية فيه يساهم بالضغط نحو إصلاحات يعني أدي صلاحياته فعلا رئيس جمهورية نبيلا رئيس جمهورية وانذرز اول ذرز او بالتأكيد كما بدك تعمل هشي عفوا أنا مدير عام عندي صلاحيات كلنا وهو اللي بيطلب شو لازم ينعمل وفي تحته كمان بنفس الوقت علاقة مباشرة مع السلطة التنفيذية مع هل يصير فيها التناغم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لأقرارها القوانين الإصلاحية اللي بدنا إياها طيب ما هلأ نحنا في كتير قوانين ما عم نقدر ننزل عمجلس النواب لأنه فيه أولوية انتخاب رئيس طيب الأولوية اليوم بي نفس الوقت ناس عم بتقولها رغم أنه عفوا أنا بين هلين بلك فيه قوانين كان مفترض أنه نمشي فيها هذا رأي شخصي ما بدي فوت فيها وتصير إلى دباب السياسي يعني اليوم أي قانون مهم للدولة كان لازم نمشي فيه ولكن صار فيها الدباب هل منمشي بهذه القوانين قبل انتخاب رئيس أو لا طيب إذا المشكلة هي هون ننتخب رئيس ونرجع نشكل حكومة وتروح على إصلاحات من نظرة اقتصادية اليوم بالحالة اللي نحن فيها الأولوية اليوم هي لحل سياسة بانتخاب رئيس جمهورية أو لحل عسكري إذا بنا نحكي ببداية تعافي اقتصادي اليوم السياسة والاقتصاد مثل العربي والحصان السياسة بتجر الاقتصاد بالبلد أعطيني إذا بدك حل على المستوى السياسي باستقرار سياسي بتحرك الاقتصاد ما نحن بلشنا شوي نشهد شوي متل ما بيقولوا نمو بوضع صعب جدا وما عندك بعض إصلاحات على مستوى المصاري لما حسوا الناس شوي فيه استابلتي لما شفتنا وقت غزة جينا بالاندفاع الأكبر والاعتداء الأكبر على الجنوب والنزوح شفنا قديش انحضر كل هيدا الموضوع برجع بكرر نبيلة ما في اقتصاد بدون استقرار على المستوى السياسي والأمني هو اللي بيخلقوا لك اليوم استثمارات ليه بتروح بتستثمري بدولة برا فيها أمن ملقوط مثل ما بقوله ما كموش مية بالمية تقول لأنه بتساعدك أكثر على جاذب استثمار بكل بساطة صح لأنه أول ما تفكر تستثمري بلد تقول لي بتستثمري بلد تسأل عن الوضع الأمري مستقر أو لا هي فيه بصير ضربات بصير سرقات ما انت هيك بتسأل انت إذا بدك تروح تعيش ببلد بتشوف السيفتي ماجرز اللي لقلهم كيف إذا بدك تستثمري طيب في موضوع آخر ضمن ما بدي أحكي معاك بالموضوع السياسي بعرف ما بتحب ولكن اليوم وغير معني فيه لأنه شغلي أنا كامل المطالبات بالألف وسبعمائة وواحد عم نشوفها من كل الأطراف بلبنان ألف وسبعمائة وواحد بيحكي أيضا عن موضوع ترسيم الحدود البرية قدام هم هيدا الموضوع لضبط المعابر عليك شيء أولا أنا مع السبعة عشر سفر واحد إنه يتطبق وهيدا الموضوع إن شاء الله بيكون بوابة حل بالشيء الدبلوماسي حشق على جنب بما يتعلق بالجماريك وعمليات المعابر بغض النظر عن السبعة عشر سفر واحد هالمقبول اليوم يكون البرالي الماركت بالبلد بيوازي أربعين بالمئة من اقتصاد البلد مين عم يدفع تمن عم تدفع تمن اليوم المؤسسات الشرعية بالبلد اللي راحت بينه دكتور يعني خلينا شوين كون واقعيين في نواب اليوم بمجلس النواب هن عم بي هن عاملين غطى للتهريب اللي بيصير لمعابر معينة يعني اليوم مين بيحاسب مين بيتابع مين بيفتح هيدا الملفات ما عندي مهطيات بهيدا الموضوع عليك بقدر أكد لي لا لا بأخير بس أديني موضوع غلط عم بقلك أوكي طيب موضوع غلط بس إذا اليوم واحد بده يجي يتشك يحكي يقول شو عم بيصير أنا وياكي بتفقنا أنه هيدا الكونسيبت كله يتولي هو أنه يكون أربعين بالمئة برالل ماركت منه مقبول وفيه مقبيله مؤسسات شرعية عم تشتغل هون بدك إرادة إرادة تروحي تضبطي لحدود بتقليل بإيه إن شاء الله بكرة يجي رهي الجمهورية وحكومة وتاخد قرار من حديد سبعة وخمسين مليار دولار إذا ما إني غلطان لأنه كان دائما نتج المحل بين خمسة وخمسين لخمسة وستين مليار دولار خمسة وستين مليار دولار هلأ بينزل سبعة عشر فاصل ثمانية هالشت هيدا موازنتك كانت سبعة عشر تمنتعش تسع عشر موازنتك ثلاثة فاصل سبعة مليار دولار بتجي بتسأل أوقات اليوم السياسيين بيقول لك هذا موضوع لازم يهتم في الجيش تب الجيش مش بحاجة لقرار سياسي لضابط الحدود والمعابر الشرعية بالتأكيد اليوم غير الشرعية عفوا أنتبه وحتى أنا بيقول لك بصراحة يمكن يكون في بدك أكتر لكي نحنا وقعنا بمشاكل مع أخواتنا وأهلنا بالخليج وصار في عنا مشاكل بموضوع الصادر هيدا موضوع لازم يؤخذ اليوم على محمل الجد لازم نشوف نحنا اليوم هيدا الوضايا اللي عم تطلع لبرة شو القليل أنتو حتراقبوا فيها هيدا المعابر كل هيدا الأمور شئ كتير مهم بغض النظر عن الموضوع السياسي فيه إصلاحات تتشجع اليوم المستثمر أو البضاعة تفوت على لبنان بدك تقلها ما رح يجي تهريب منك نفسك بتسوق أيضا تعرفي نبيلا بموضوع الملكية الفكرية هيدا جزء كتير كبير اليوم لما تبلش تحمي هالبرندات بالبلد صحيح ليوم في دعوة بوزارة الاقتصاد بين ستاربكس وستوريز هلا يمكن الدعوة بيناتهم ولكن نحن نحن جهاز إداع بيستقبل لما يطلب مننا من القضاء إفادتنا بهالموضوع من فيدهم وين مخلف أي شركة مثلا بمكان ما بما يتعلق بموضوع الملكية الفكرية وبالتالي نتيجة علمي نحن آخرتها منتبع للواي بول World Intellectual Property Organization منظم العالمي هي تحط المعايير في معايير ونحن لبنان فيها وفي اتفاقيات نحن منضمين لإلها وعم ننضم لإلها لا هيدا الحماية وبكل الأحوال على فكرة بموضوع الملكية الفكرية نحن جهزنا مشروع قانون بيتعلق بحماية العالمات الجغرافية حتى اليوم نقول هيدا زيت زيتون الكورة هيدا زيت زيتون دير ميماس عفوا عم سمي ضيعة مش عم سمي ناس مش من بابشيه ولكن هيدا الفقافة اللي نحنا عن جد من المبسط فيها هيدا المزاهر مثلا من مغدوشة ولا هيدا لتصير هيدا تراند وبراند بنفس الوقت خصوصا إنه قادر تختلف شوي يعني حتى العسل منعرف إذا عسل من الجبال أو من الساحل من هيدا هيدا نحن حضرنا مشروع قانون تيصيروا هيدول هو بيحفظوا أكتر نثبت هالمزارع هونيك ويصير هيدا البراند اللي قادرين نصدره أخر سؤال إذا اليوم صار في وقف إطلاق نار خرط الطريقة اقتصادية أولوية لشو لكن اليوم أول شغلة أنت عندك شئ هو أهلنا الناس حين بالعودة لكراهن عودة الانتظام عمل المؤسسات هونيك بيعادة الأعمال أنا عم بحكي سوري عم بحكي بالتأكيد للي متوفرين لزيلو إن شاء الله يكون العدد الأكبر متوفر بيوتو ولكن أول شغلة اليوم بديك تمسح الأدرار بديك تشوف المؤسسات بديك تخلق إشي من سميه كويك وينز بشكل كتير سريع تقدر تسيسري أمور مؤسسات فيه كطاعات بديك تبلش فيها هلأ مثل كطاع الزراعي أنت اليوم نبيلة هشجرة الزيتون اللي اتدمرت والي احترقت هونيك وقفير النحل بالجنوب الأربعة تلاف ومية هكتار أراضي زراعية كانت بتنتج زيتون مثلا وربما الأراضي بطلت صارحها وعفوا إذا بتزرعي اليوم تعرفي مواسم الزيتون نحن أولي الضيعة سنة بيعطي سنة ما بيعطي بيرجع بيعطي اللي بعد يعني إذا هلأ بتزرعي أنت بدك سنتين تلاتي لذي ترجع تنجي من هيك بدون ينمسح أضرار بشكل كبير ينشغل على إعادة انتظام السوق تيرجع هيدا السوق الزراعي الصناعي المصانع اللي فوق ترجع تحفزيها بشكل كي سريع كل وزارة بوزارتك كل وزارة بوزارتك أكيد دون رؤية اقتصادية للحكومة ترسمها على مستوى الكل اليوم ما فيك تعمل كل هول إذا ما في كهربا وميو وإنترنت فوق فمنو كيف ديشق هون دور مسلا مسلا وزارة اتصالات أو ميهو هاي دي المواضيع كلية مفترض تكون عم تتعالج تحضر ورقة لبيريز بهذا الموضوع على هالأساس على فكرة إجا دعم على شئ على التربوي إجا فارت محدد على الاتصالات إجا فارت إذا ملاحظة إذا بتقسيمهم أكيد بالإضافة للجيش اللبناني ولكن هيدا لأنه كان في كيبر ورق لكن طبعا لأي مساعدات مفروض أنه يكون في داتا مفصلة بالأضرار ومسح شامل بدأ أشكرك مدير عام وزارة الاقتصاد دكتور محمد أبو حيدر بدأ أشكرك على هيدا المقابلة وبدأ لكم يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله طبعا وقفوا طلق النار بيصير بأسرع وقت ممكن تكلل اللبنانيين يرجعوا شوي يفوتوا يعني يتنفسوا بالموضوع الاقتصادي شكرا لك مشاهدينا دقائق ومنكون مع النشر المسائي تابعونا